أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سنة 1994 كتب وأخرج يوسف شهين بالتعاون مع ناس تانية فيلم اسمه المهاجر واللي وقتها عمل ضجة ومطالبات بواقف عرض الفيلم إنما يستوقفك في الفيلم مشهد بيجسد مغامراته عن تاريات فرغة للحكام اللي بيدفعت أمانها الشعب واللي بتحكي وقعنا دلوقت اللي موجود بالزبط زي فكرة بناء مدينة أتون الجديدة بيبني مدينة أتون بس الشعب جعان لأنه المدينة هتخلد الزعيم الفرعون الكلام ده كان بيحكي عن اللي حصل من ألاف السنين لكن الواقع دلوقتي هو ده بالزبط زي ما كلنا شفنا حفل تنصيب أسطوري للسيسي في ولاية التالتة في العاصمة الإدارية الجديدة أتون الجديدة اللي جات بعدها بألاف السنين عشان يقرر نفس المأساة الشعب بيجوع لكن أولويات الفرعون مدينة أتون طرق كده على مشاهد البهرجة في مدينة أتون الجديدة ترجمة نانسي قنقر 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 انا طبعا المشهد ما عدي على اكبر كنيسة لو انت خدت بالك اكبر كنيسة عدت انت بس مخدتش بالك ارجع وراء كده ارجع وراء ارجع وراء اهي عندنا اكبر في الهند دي يا متعلمين يا بتوع المدارس في الهند دي عندنا في مصر اما اعلمش لي انا متأكد ان السيسي كان قاعد جوه العربية دي وجاب الموبايل وهم نقلله على الموبايل المشهد بالدرون اللي انت شفته وقعد يتفرق على الموكب بتاعه ايوه وبقية العظمة دي هما هو كده السيسي بيطلع لسانه للناس وعمل موكب ولا الفرعون في عاصمة الجديدة اللي هي احد اسباب فقر الناس مش بس واحدة من اسباب فقر الناس لكن كمان هي سبب رئيسي من اسباب التنكيد عليهم ايه اليومين دول مش هي برضو اللي لموا أغزة عدم اللي لموا أغزة شفتت الكهرباء بتاعت الغلابة وقطعت عليهم النور حد هيقول لي والله سمعوا بيقول لي انك انت بتكلم كلام مش كويس بس دي كان حقيقة وده مش كلامي ده المتحدث باسم الحكومة بتاعت مصطفى مبلولي انبارح بيسألوه ايه سبب عودة قاطع الكهرباء تاني فكان رده قال له المشروعات القومية ادت الى زيادة الطلب على الكهرباء والضغط على الشبكة لموا أغزة اهو الخبر هو مش انا اللي قلته الشروق يا بتوع ما تصدقش متحدث الحكومة المشروعات القومية ادت الى زيادة الطلب على الكهرباء والضغط على الشبكة مشروعات مين يا سي عمر مشروعات مين يا ولا مشروعات القومية الجديدة ايه بقى اللي هي ايه مصنع حديد وصلب ايه المشروعات القومية مصنع عسمنت ايه المشروعات القومية العملاقة التي ادت الى الضغط على الشبكة مصانع شغلت ملايين الشباب العاطل ولا يمكن مدارس لمؤاخذة عملتوها بندخل فيها عيالنا المتكربسين فوق بعض مية في الفصل ولا تكونش بتقصد مستشفياتك الجديدة اللي السيسي في عشر سنين ما بناش غير سبع مستشفيات ايه المشروعات القومية اللي شفطت لمؤاخذة كهرباء تعال اوريكم مشروعات السيسي الملعلطة وسط الصحراء الظلمة عشان هي تبقى منورة في وسط الصحراء كده اشتركوا في القناة وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني خواهد المجد وحد ربنات الأمران في ثالث الده تفضل الكلام عند التحديد هذه هي مصر الجديدة جاء المشاهدين والمتابعين هذه لقطة من جمهورية مصر العربية في توبها وفي زياء الجديد مصر تتحدث عن السهل ودالماً وأبداً تتحدث عن السهل بكل ما هو جميل بكل ما هو رامع بكل ما هو مكين لأسفل المشاهدين أشعرت صح؟ أنا شخصياً كان ممكن أشعر لو لأننا متابع انتخابات الهند بصراحة يعني والله يعني كان ممكن أشعر لو لأننا من مبارح عمل أتابع والله بجد متابعة دقيقة لانتخابات الهند أشعرت فعل كان ممكن بس الحمد لله يا ربنا حصنني بأننا التلاميت كده لقيت نفسي عمل أتابع الأحزاب الهندية والحاجات دي وقف الخلق جميعاً ينظرون كيف أبني قواعد المجد واحد ما أكمل بقى وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وضراته فرائد عقدي ده أنتو حافظ إبراهيم لو طلع لأكوا باستخدموا كلامه في الكلام الفارغ ده كان ضربكوا بالجزمة هي دي المشروعات الأملاقة اللي شفتت الكهربا مش بس الكهربا اللي بتطع على الشعب يا سيسي لكن كمان ده الهلمة والبهرجة والزيطة والزنبليتة دي معمولة من جيب الشعب اللي بتقطع عليك الكهربا وبيدفع تمانها عشان حضرتك تتفاشخر بأطول برج وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأتقن برنامان أنا تعبت بتكلفة 3 مليار دولار على البرج الأيقوني اتفضل يا بيه يا بيه أنا بقول لحضرتك بقول لك يا ريس قسما بالله العظيم لو تبعت لو شفت عدد وكالات الأنباء اللي بتتبعي الانتخابات البرلمانية الهندية ممكن ليجي لك حاجة وحشة لأنها انتخابات لأن الناس عاملة انتخابات لا وإيه والكلام عليها بقى تاني أكبر ديمقراطية في العالم واللي بيكتب كده مش جامعين هندية خالص ده النيورك تايمز والنيزويك وكل ما تفتح جورنان تلاقي انتخابات الهند فيها وإحنا عندنا برج أطول برج في العالم إحنا عندنا انتخابات عدة حضرتك بتاعة 20 عاملناها في 23 محدش شافها أصلا عشان ما كانش فيه مرشحين واحد وقف قال لمودي أنت معبد الأكاذيب يا أخي بطل كذب بقى اتفضل يا بيه أنا أهو فرنسا 24 شكرا يا بيبو شكرا أنك بتلحقني فرنسا 24 نحو مليار ناخب واقتراح على مدى 44 يوم أرقام انتخابات الهند أكبر ديمقراطية في العالم ده فرنسا 24 امبرح بقى أنا أعدى تابع النيورك تايمز والنيزويك نفس الكلام العالم واقف يتابع انتخابات الهند على رأيي الست سعاد حسني في مسلسل هو وهي مع أبو بكر عزة في الهند دم العجايب والله الهند دم العجايب الهند اللي تسأل مصر يقول لك أنت فكاني هندي يا سهيري تياريت تبقى هندي